بالمناسبة بما أننا نتحدث عن البريميال ليجين النهاردة كان فيه مباراة بين منشستر سيتي وفريق ليلزي يونايتد منشستر سيتي سجل هدفين في بداية المباراة كالعادة يعني عن طريق اندو جان واندو جان سجل هدفين والمباراة لحد الديئة 80 هي أشبه بمباراة والداية خلاص سيتي دامن الفوز وبيلايح ويلعب على المرتاح شانا عنده مواجهة صعبة جدا أمام ريال مدري في دول أبطال يوم الثلاثة جات ضربة جزاء قبل نهاية المباراة بعشر دقيقة تقريبا لي منشستر سيتي الطبيعي ان اللي بيشوت ضربات جزاء في السيتي هو هالند فالراجل هالند راح يدى الكورة لجندجان وقال له خد شود انت ضربة الجزاء وهتهترك انا كده كده شبعان اهداف صح يعني اكيد يعني فجندجان شوط الكورة ضاعت ضاعت الكورة مباراة كانت كام 2-0 وضربة الجزاء ضاعت على طول بقى ضربة الجزاء راح ليدزيونايتد سجل هدف بقت النتيجة 2-1 والامور تتأزم وبدأ منشستر سيتي اتحط تحت الضغط بدأ التغييرات بيب جورديولا للعيبة عندها خبرات انه يحافظ على النتيجة او يسجل هدف ثالث طلع بيب جورديولا بعد الماتش وكان واضح عليه حتى في اللقطات التلفزيونية انه متضايق جدا جدا بعد الماتش قال ما كانش ينفع جندجان هو اللي يشوت وما ان هالند هو اللي مسؤول عن ضربات الجزاء فكان هو اللي المفروض يشوت مهما كانت النتيجة مطمئنة في المباراة انا حكيت له القصة دي عشان الكلام ده حصل انا فاكري حصل مع الاهلي الموسم ده وبيحصل طول الوقت عندنا اللعيبة احيانا بتتطوع من نفسها انه خد انت انت محتاج الهدف ده في سراع الهدفين محتاج الهدف ده عشان تيبهاترك فشوز انت ضربة الجزاء وكأنها مضمونة 100% فاستيتي النهاردة كان ممكن يتحط في ازمة وده اللي دايق بيب جورديولا حتى الكمالات لما جات عليه بعد بل حكم صفر كان مدائي جدا مش باعدته بيبقى خارج ممسوط وفرحان بالنتيجة لا كان مدائي جدا انت هتضيعوا الدوري عشان بتجابلوا بعض في الملعب هتضيعوا الدوري هو ده اللي فكر فيه النهاردة بيب جورديولا في اللحظة اللي شاط فيها جندجان ضربة الجزاء طيب صحيح